الهدف من سؤالي انه كتير ناس يمكن بتلخبط بالتعبيرات تأسيس وانت عارف بالشرق الاوسط هون بقول البولوس لست استحي بانجيل المسيح وعادة لما نقتبس من الكتاب المقدس بنقول انجيل متى انجيل مرقص انجيل لوقة انجيل يحنى البعض بيعتقد انه فيه انا جيل كتيري لكن هو انجيل واحد اللي بنتكلم عنه شو رأيك في هذا الموضوع لانجيل حق لا يتطور اولا وحق لا يتغير وحق لا يتبدل السبب انه كلمة الله الحية الباقية يقول عنا بطرس الى الابد فهي ازلية بمصدرها وابدية ببعدها ليس لها عمق او حدود كلمة الله لان هي فكرة الله للانسان بيقول لكل كمال رأيت حدا اما كلمتك فواسعة جدا تفيد انه ما الى حدود نعم فكلام البشر شيء وكلمة الله شيء اخر ليكن الله صادقا وكل انسان كاذب اكيد اكيد فهو حق ما فيه انجيل متعددة ومختلفة هو انجيل واحد لكن الانجيل الاربعة التي اشرت اليها السيسنزار تعطي وجهات مختلفة عن شخصية المسيح وعن طبيعة المسيح فمثلا انجيل متة يتكلم عن المسيح كالملك نعم وانجيل يحنى يتكلم عن المسيح كابن الله عن الكلمة عن اللوجوس نعم الفكر الالهي